مع ارتفاع درجة الحرارة سعت حديقة حيوانات باريس إلى التخفيف عن ساكنيها وتجنيبها لهيب أشاحة الشمس بطرق مختلفة الحديقة التي تؤوي أكثر من ألفي حيوان من 180 سلالة مختلفة قدمت لنزلائها الطعام المفضل لكن مجمدا هذه المرة على أمل خفض تأثير ارتفاع الحرارة التي بلغت الثلاثين مئوية لكن بعض الحيوانات حضيت بأكثر من ذلك إذ انتعشت برذاذ الماء البارد وفيما كانت الحيوانات المفترسة كالأسود تنعم بالراحة تحت ظلال الأشجار غطست الثديات المائية في مياه الحديقة هربا من حرارة الشمس هذا بالنسبة إلى الحيوانات التي جاءت من أماكن باردة لكن حيوانات أخرى مثل النعام والزراف وغيرها لا تحتاج كل ذلك فهي قادمة من بلاد حارة أصلا وتستطيع التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة بسهولة ترجمة نانسي قنقر